مرحبا بكم إلى موجة النشرة المسائية على قناة الحدث الإفريقي توفي أول أمس الاثنين حسن مطار رأى لوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بالدهر البيضاء والخبير القضائي برئاسة النيابة العامة وكانت الحالة الصحية للرحل قد تدهورت نتيجة حادثة سير بطريق الوطنية قربة التمليل على مشاريف الدار البيضاء حيث لقل على وجه السرعة لمستشفى الشيخ خليفة الدار البيضاء للخضوع لعملية جراحية دقيقة على مستوى النصف العلوي للعمود الفقرية إلى أنها كُللت بالفشل من المرتقب أن تشارك البحرية الملكية المغربية خلال الشهر الجاري في لاغوس بنيجيريا في أكبر تمرين عسكري بحرية متعدد الجنسيات بمشاركة القيادة الأمريكية في إفريقيا وسينطرق التمرين البحري العسكري الأكبر على مستوى إفريقيا الذي يطلق عليه اسم أوبانجام إكسبريس في 23 من شهر يناير الجاري بمشاركة وحدات من البحرية الملكية المغربية في خطوة رمزية لتأكيد أولوية النهوض بالأمازيغية في برنامج عملها حشدت الحكومة حوالي نصف أعضائها لإطلاق مشروع استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية إذ حضر حفل إطلاق المشروع في مدينة الخميسات أمس ثلاثة أحد عشر وزيرا ووزيرا ويرمي البرنامج الذي تشرف على تنفيذه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشركة مع رئاسة الحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى تحقيق سبعة آذاف رئيسية تم توقيع أربع اتفاقية لتنزيلها بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من جهة وبين وزارات العدل والصحة والحباية الاجتماعية والثقافة والشباب والتواصل والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جهة أخرى أجرى وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني محمد ولد عبدين ولد معيف مبحثة في دوكيو مع وزير الشؤون الخارجية اليابانية أكينجي يامادا جاء ذلك خلال لقاء خاص به الأخير وزير الصيد الموريتاني ولد معيف وصرح بماذا أنه من خلال زيارة وزير الصيد الموريتاني لليابان يأمل في تطوير العلاقات الودية بين البلدين وتعميق العلاقات الاقتصادية بشكل خاص من خلال التعاون في مجال الصيد أعلنت دول مجموعة الساحل الخمس نقل مقر قيادة قواتها المشتركة من بماكو إلى نيامي وذلك بعد حوالي سبعة أشهر من انسحاب مالي من المجموعة وجاء القرار خلال اجتماع استثنائي لقادة أركان المجموعة احتضنته العاصمة شادية نجامينة الاثنين وفق ما أكده الجيش الوطني الموريتاني الثلاثاء في حسابه على فيسبوك واتفقت الأطراف المجتمع في نجامينة على إعادة هيكلة القوى المشتركة من خلال إنشاء كتائب قتالية بمهام جديدة بدل القطاعة العسكرية التي كانت معتمدة اقترحت الحكومة الفرنسية الثلاثاء رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما بحلول عام 2030 بدلا من 62 حاليا على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية رئيس إيمانويل ماكرون الثانية إلى هنا ينتهي موجة المسائية شكرا على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر